لما بروح على عرسه ولا عرس ابنه ولا عرس أبوه ولا شو بعرفني مين لأنه كان يتجوزوا أكتر من مرة هذاك الوقت عشان هيك ممكن عرس أبوه فكان يروح على العرس يعطيه ألف شكل أو أكتر عيب يعطيها أل لازم يعطيه كمية مكافئة هيك كانت العداد في هذاك الوقت بفكر نفسي الإشي اليوم كمان هيك هذاك العداد كانت هذاك الوقت بس كان الفؤراء ما كانش متوقع منهم يعطوا هدايا لأنهم فؤراء كانوا يأكلوا ويشربوا بلاش وشرفاء القوم كانوا يعطوا هدية بس تبقى هدية كبيرة لأنه واحد مثلا مليونير لما يجي يعطي مثلا هدية لو واحد عريس مثلا فقير بتوقعش المليونير لو أجي أعطاه مثلا سيارة هدية بتوقعش أنه هداك يعطيه هدية سيارة أنه هو من معروف يعني غني كتير فنفس الإشي في هداك الوقت كان يعزمه المختار ولا واحد معروف ولا مش عارف مين اللي يعطي هدية كبيرة بس الهدية اللي كانت في هداك الوقت يعطوها تبقى كبيرة عادةً تبقى نبيذ الهدية الكبيرة اللي بلا مقابل عادةً تبقى نبيذ السؤال اللي كانوا يسألوه من أي صنف يسوع هل هو من الأرايب رح يعطي هدية صغيرة هل هو من الفؤرة رح يأكل ببلاش ويروح ولا هو بديكون من مركز هذا العرس المليونير الكبير اللي رح يعطي هدية كبيرة للشعب تبعه هذي كل جزء من الخلفيات للعرس لما نقرأ هذا النص كمان من الخلفيات يمكن تفكروا فيها أنه من الخلفيات أنه العروس ما كانت تلبس فسطان أبيض معلش عزرونه العروس ما كانت تلبس فسطان أبيض فسطان الأبيض هذا لبسته أول وحدة اسمه فليبا من إنجلترا وبعدين ملكة فيكتوريا لبسته وبعدين انتشر بس وقبل كانت تلبس العروس فسطان أرجواني أو أزرق دليل على الطهارة أكلن إحنا خدنا الكاميرات ورجعنا للقرن الأول حتى نتخيل ليك مبعد هذا العرس القاعد بيسير والناس موجودين لك طب الماء لإيش الماء عشان يغسلوا طب ليش بدون يغسلوا الفرسيين بشكل خاص كان يجي يقعد يأكل مثلا الصلطة يقوم يغسل يرجع يشرب شوي يقوم يغسل يرجع وتبع يمكن أنا بتخيل يعني كان بدوا يفرج حاله الفرسي إنه طالع يغسل أول واحد يلا يا جباب اطلعوا اطلع يغسل يغسل هيك حتى الكل شفوا إنه هو طاهر هو مقدس هو بده يغسل من بره يعني غسلات عديدة وكثيرة عند الفرسيين عشان هيك كان ضروري يكون فيه ماء للتطهير وجاء يسوع وقال للخدام بعد ما غير الماء لخمر بده يغير المشكلة اللي بركي شو المشكلة؟ المشكلة يا حبائي ممكن مش واضحة في النص في مشكلتين مشكلة تاريخية ومشكلة كمان روحية المشكلة التاريخية إنه في هاتاك الوقت في عادة مش موجودة اليوم اللي بقرأ كتب التاريخ في عادة مش موجودة اليوم بتساعدنا نفهم إيش اللي العادة؟ كانت العادة إذا بتروع على عرص وفيش أكل وانت جايب هدية بحقلك تاخد العريس على الحبس ليش؟ لأنه كان في ناس شو تسوي كان في ناس إنه تيجي لما تتجوز يتجوزوا مرتين وثلاثة وأربعة يسويها تجارة ويحاول شو يسوي يستغل للناس حتى يأخذ الهدايا تبعتن وما يخدنش فالقضاء حتى يقدر يحافظ على المجتمع حتى هذا القانون فهون إحنا بنحكي عن العريس والعروس ممكن هذا العرس يخلص بطريقة يعني سعبة كتير ويصف العريس في السجن هذه المشكلة التاريخية ولكن في مشكلة تانية أعوص اللي هي مشكلة روحية المشكلة الروحية إذا يسوع حول الماء إلى خمر بطل فيه بالعروس مي بطل فيه بالعروس مي لأنه يجي المسيح شو بقول املأوا الأجران إلى فوق فعبوها كلها للآخر إلى فوق وبعدين قال لهم استقوا الآن والأجران كلها الستة اللي كانت مستعملة للغسلات صارت كلها خمر بطل فيه بالعروس ماء طيب إذا بطل فيه بالعروس ماء كيف الفريسي بده يغسل ويطهر نفسه ما هي الوسيلة التي أطهر نفسي بها أمام الله رح نكتشف هذا الشيء لتحت شوي نشوف كيف هذه الآية تبعت قانا الجليل فيها كتير أكتر يمكن ما منشوف بالسطح ولكن يسوع يا أحبائي عنده تخصصه يغير المشكلة لبركة أعجى وعند اللي ليس لهم خمر وقام أعطاهم هدية كبيرة جدا الهدية اللي أعطاهم إياها تقريبا سبعمية وخمسين لتر انبيد درجة أولى سبعمية وخمسين لتر تكرير ما كانش موجود نسبة الكحول كانت أوطى في القرن الأول لأنه في قرون ضاحقة اكتشفوا كيف يزيدوا نسبة الكحول ولكن كان فيه كحول في الانبيد الكلمة هون بتقول أنه حقيقة كان انبيد فالفكر أنه إيش منشوف أنه يسوع المسيح أعطاهم هدول هدية كبيرة مش عشان يشربوها كلها بالعرس مش هدى الفكرة ولكن كان هذا التحويش لإلهم لا ما نجاوزش كمان مرة تحويش لإلهم حتى التحويش لإلهم للعيلة العيلة كانت حقيقة شيء مهم جدا لأنه الله في العهد القديم لما بدا يشتغل بدا يشتغل مع عيلة وفي العهد الجديد لما بدا يشتغل كمان بدا يشتغل مع عيلة يسوع يغير المشكلة إلى بركة في حياتي أنا اكتشفت كتير مرات يا حبائي يسوع بيغير مشاكلي لبركات شو ما ألز هالشو اسمه الاستبدال هذا تيجي بتعطي أنت لأله مشكلة بقول لك بخد بدالها بركة يا سلام يعني ما رفش إذا بتعرفوا حدا هيك يعني برو عنده ما ظنش يعني عادة فيش غير الرب اللي بتعطيه هذه المشكلة وبيعطيك بركة أجاء واحد أعمى أعطاه بركة أنه يفتح أجاء واحد مكسح أعطاه بركة أنه يمشي أجاء واحد أبرص أعطاه بركة أنه يشفى أجاءته واحدة نازفة دم أعطاه بركة أجاءته واحدة مهددة بالقتل وبدون يؤتلوها الناس وامرأة أمسكت في زنا أعطاه بركة خاطر بحياتها وحماها يسوع بغير عادة المشكلة لبركة في حياتي أول ما قبلت الرب كان في تحديات عديدة في حياتي بديت أنمو مع الله شوي شوي واحدة من التحديات أنا تربيت في الأوتس وفي الأوتس الوضع السياسي مش دائما سهل فكان فيه بحياتي كراهية لليهود وكنت مؤمن جديد بديت هقرأ الكتاب المقدس هقرأ أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا لمبغضيكم حتى تطلع بقول يا رب يعني سأبي عليها مش قادر كنت أروح على الجامعة فرست أنا في جامعة في بيت لحم كنت دائما أروح على الجامعة يكون في جنود وقفين على الجامعة دائما وقفوني بالزاوية ياخدوا الهويتي والآخري كان فيه نوع من الإزلال فكنت أنا مستصعب بقول يا رب كيف أنا أبدأ أحب أعدائي إيش يعني هاي الجملة إيش بتعني كيف أنا أبدأ إيش مسيحي مسيحي محب عندي مشكلة يا رب بدأت أصلي وأصلي مش قادر يا رب وأصلي قدام الله وبعدين بدأ الله يعطيني نعمته وحكمته صار يقول لي الرب واحدة من الأشياء اللي بدك تسويها تحب الآخر عن طريق أنك تشارك يسوع المسيح معهم كنت أنا أطلع دائما لما أكون ماسك هويتي أو أقفوني جنود في الشارع يقولوا لي من فضلك وقف أعطينا هويتك أطول الهوية وأعطيهم حطيت جوات الهوية نبزة اقتباس من أشعية 53 وكان مكتوب عليه العنوان المحبة الحقيقية بالعبري وبالنجليزي وقفني الجندي طلع الهوية وشاف النبزة هاي جواتها بقول لي شو هاي قلت له هاي هيك ربنا بده يعني أتعامل معك ليش لأنه أنا بقلبي يعني كنت فاعة معي بس بديش أكذب بس بنفس الوقت بدأ أطيع الرب فطيب طيب بدل أن نحكي شوي بعدين ربنا معك الله معك يعني روح روحت يوم بعد يوم بعد يوم بدأ الله يغير قلبي وأنا مش حاسس بعد فترة صرت أمر بنفس الشوارع وأشوف هدول الجنود هقول يا رب دخيلك خليهم يوقفوني حرام ما يسمعوش عن يسوع بدل ما أنا صرت أهرب بديش يوقفوني صرت أصلي أنه هن يوقفوني حتى أحكي لهم عن يسوع المسيح وكنت حتى أزعت مرات كنت أنا أوقف الجنود هقول له تعال أنت عارف وين رايح يستغربوا يعني شو ما له هذا يعني في مرة من المرات كنت أسوي نبذ للكنيسة